يروي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة من بني إسرائيل أحدهم أبرص يعاني من مرض جلدي والثاني أعمى والثالث أقرع لا ينبت الشعر في رأسه مرحبا بك يا عزرى يا سيد شمعون جئت إليك راجع المصاهرة لأتزوج إحدى ابنتيك ماذا لديك من المال؟ ليس لدي مال أدخره ولكنني قوي البنيان وأعمل أجير عند من يطلبني انظري لهذا الأقرع الذي يريد الزواج بواحدة منه ليس أقرع فحسب وإنما أيضا فقير لحظة سأسأل الفتاتين تفضل يا سيدي تفضل تسألنا عن ماذا يا أبي لم يبقى غير هذا الأقرع ليتقدم إلينا إلى هذا الحد تريد أن تتخلص منا أقرع اخفض صوتكم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون السلام عليكم يا سيد ليشان ماذا تريد أيها الأبرص؟ إن لي اسما يناديني الناس به وهو ميخا فلماذا تناديني بمرضي؟ لأنك أبرص وأخشى أن تعديني إن مرضي لا ينتقل برد السلام اختصر الكلام فأمامي عمل كثير سمعت أنك تحتاج إلى مساعد يعاونك في بيت العطور طلبك مرفوض أيها الأبرص لماذا؟ إنني مجتهد ومخلص هل جننت؟ إنني أبيع العطور العطور فمن يشتري مني إذا كان مساعدي أبرص تؤذي رؤيته الناس هيا ابتعد عني هيا الأرزاق بالله وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون أيها الناس ألا يوجد من يدلني إلى طريق السوق؟ انظري يا اليورا إنه أعشر الأعمى أنت تعرفين اسمي يا باتية فلماذا تنادينني بالأعمى؟ ما هذا اليوم العجيب؟ يبدأ بأقرع وينتهي بأعمى هيا انضيع عني وتركاني أبحث عن شخص يدلني إلى طريق السوق سقطت في الوحل يا أعمى شكرا لكم على هذه المساعدة أنا الذي مددت لك يدي وجلبتك من الماء لا أدري كيف أكافئك الأمر بسيط أعطني نقودك لا أملك شيئا للأسف أتعرف أن الذي مد إليك يده أبرص لقد أذاك بالمساعدة ما الذي يضحكك إلى هذا الحد يا أقرع؟ أقرع وأبرص وأعمى؟ إذن الحال من بعضي ألست مجائعين؟ آه إنني أتدور جوعا إنني أشم رائحة التمر شيء طبيعي فنحن نجلس تحت نخلة أيها الأعمى إذن ليتسلق أحدكم النخلة ويلقي إلينا بالتمر وسنحفظ له نصيبه ولماذا لا تتسلقها أنت؟ إنني أعمى لا أرى موضع قدمي وأنا أبرص كيف أمسك التمر بيدي؟ وأنا أقرع وأخشى على رأسي من أشعة الشمس حجة فارغة يجب أن نتعاون معا وإلا هلكنا جوعا صدقاني لماذا لا يرد علي أحد؟ آه ليتني أجد عملا ولكن من يقبل أن يستعين برجل مريض مثلي؟ وبعث الله ملكا من السماء إلى الرجل الأبرص ما ما هذا الضوء المبهر؟ طمأنه الملك الكريم وقال له أي شيء أحب إليك؟ أحب الأشياء إلي؟ آه لون حسن وجلد حسن ويذهب عني ذلك المرض مسح الملك الكريم جلد الرجل فشفي من المرض وذهب عنه البرص هل هذه يدي؟ وهذا جلدي حقا؟ الحمد لله قال الملك أي المال أحب إليك؟ إنني أحب الإبل ولكن من أين لي بها؟ أين ذهبت يا سيدي؟ إنها ناقة الناقة التي تمنيتها يا كرم الله قال الملك بارك الله لك فيها الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وذهب الملك الكريم إلى الأقرع أرجوك أن لا تؤذيني وإن كنت أظن أن ذلك النور والبهاء لا يأتي إلا بكل خير وقال له أي شيء أحب إليك؟ شعر حسن ويذهب عني ذلك القرع الذي جعل الناس يهزؤون به ما هذا الذي ألمسه بيدي؟ من هذا الشاب الجميل؟ هو أنا شكرا لك يا رب شكرا لك يا رب قال له الملك فأي المال أحب إليك؟ البقر البقر يساعدني في فلاحة الأرض ويطعم صاحبه ويسقيه كيف جاءت هذه البقرة إلى هنا؟ قال الملك قبل أن ينصرف بارك الله لك فيها ما هذا الريح الطيب؟ هل عادت إفرات؟ أم أن في كوخ المتواضع ملك من السماء؟ أعاد الملك على الأعمى نفس السؤال أي شيء أحب إليك؟ أن يرد الله إلي بصري فأرى الناس من حولي لماذا تمسح بيدك على عيني يا سيدي؟ آه آه إنني أرى إنني أرى ها هو المرعة ها هي السماء ها هي السماء التي طالما تخيلتها لا لا إنها أجمل من الخيال سبحان من هذا خلقه وسأل أي المال أحب إليك؟ الغنم لكم وددت أن أكون راعي لل ها سبحان الله الحمد لله على ما أعطى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أخذ كل واحد من الثلاثة عطاء الله ومضى في طريقه وتحقق الدعوة الملك الكريم بالبركة في الرزق لماذا تأخر عزرة عن الظهور؟ أشهر بالضمأ الشديد عفواً أيتها السيدات فالبقرة والدت اليوم وهي تحتاج إلى إرضاع وليدها بارك الله لك انظري إلى شعره الحريري الذي يتطير مع النسيم لنذهب إلى ميخة فلبن الإبل أفضل وألاز من لبن البقر لقد أحضرت لك يا سيد ميخة أفضل أنواع العطور وأغلاها أخشى أن تؤذي جلد هذه العطور الرديئة لا يا سيدي أقسم لك أنها مستخرجة من أفضل أنواع الزهور وأجملها رائحة لا حاجة لي بها إذن خذها هدية هدية؟ وما مصلحتك في هذا؟ إذا عرف الناس أن سيد ميخة صاحب أجمل وجه يستخدم عطوري لتهافت على شرائها إذن سأقبلها يشرفني يا سيدي أن أطلب الزواج بإبنتك الطيبة إفرات يا ولدي أنت تملك واديا من الغنم ونحن فقراء لا نملك شيئا على كل حال يجب أن أسأل الفتاة عن رأيها وهل لي رأي بعدك يا أبي؟ هذا الخجل دليل القبول بارك الله لكما وأبعد عنكما وساوس الشيطان أخيرا رأيت وجهك الجميل وستصبحين زوجة لي يا إفرات ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وعاش الثلاثة في نعمة عظيمة ثم جاء وقت الامتحان أتى الملك الكريم في صورة رجل أبرص فقير انتظر يا من تطرق الباب لست واقفا خلفه والقصر كبير السلام عليكم ورحمة الله وعليك السلام نعم ماذا تريد؟ أنا رجل مسكين وانقطع بي الحال في سفري فلا نجات لي اليوم إلا بالله ثم بك اختصر أرجوك ما طلباتك؟ أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتعيش به في سفري ناقة كاملة يا للجرأة هل جنينت؟ هيا اذهب كأني أعرفك أنت أيها الفقير تعرفني كيف؟ ألم تكن أبرص يستقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله بالطبع لا إنما ورثت هذا المال أبا عن جد إن كنت كاذبا أدعو الله أن يعيدك إلى ما كنت عليه أين القصر؟ وأين وادي الإبل؟ أنت أيها الأقرع ماذا تريد يا هذا؟ ألا تعرفني؟ أنا السيد ميخة أغنى الأغنياء بل كنت أغنى منك بواد البقر قبل أن يضيع كل شيء في لحظة هل أنت صاحبي عزرة؟ ولكن أين شعرك؟ جاءني رجل أقرع يسألني حسنة ولكنني رفضت أن أعطيه الذي جاءني كان أبرص آه هذه صورتنا القديمة التي نسيناها وتنكرنا لها من قال أنني كنت أبرص؟ انظر إلى يديك يا إلهي ما هذا الجلد القبيح؟ أقبح منه قلبك أيها البخيل لم يعد إلا هذا الأقرع ليسخر مني لولا خشيتي من أن ألمس جلدك لضربتك حتى الموت ألم يرى أحدكم زوجي عزرة؟ زوجك عزرة؟ آه نعم إن له علامة مميزة شعر كالحرير هيا يا أختي نبحث عن زوجينا في مكان آخر وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم فالله لتسألن عما كنتم تفترون وجاء الملك الكريم إلى الثالث في صورة رجل أعمى احذر أن تسقط في النهر يا سيدي رجل مسكين وابن سبيل كلنا مساكين وأبناء سبيل يا عماه لا تتعجب كنت أعمى مثلك أستحلفك بالذي رد عليك بصرك أن تعطيني شاة تعينني في سفري المال مال الله خد ما شئت ودع ما شئت فوالله لم أمنع عنك شيئا أخذته من الله أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك ما يفتح الله للناس من رحبة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له منه بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق عير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون جرت أحداث هذه القصة في بني إسرائيل ورواها البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهلا يا يرام كيف حال عملك الآن؟ هذا ما جئتك من أجله يا سيدي فلكي أغزل العباءات الثقيلة وأبيعها أحتاج إلى الصوف هذا شيء طبيعي فماذا لو أعطيتني الصوف عندما تجز الغنم ثم تشاركني في الربح؟ لا 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 أنا لا أضمن رواج البيع من عدمه أعطني ثمن صوف دنانير ذهبية كم تريد إذن؟ ألف دينار ولأجلك أنت تسعمائة فقط حسنا عندما يتوفر المال سآتي وأشتري منك الصوف سأنتظرك يومين فقط فإذا تأخرت سأبيع الصوف لغيرك آه أعدي لنا شيئا من الطعام يا أبرشة والله يا زوجي لم يعد في البيت شيء والعمل أليس في كوخنا شيئا نبيعه؟ ونشتري الطعام بثمنه لقد بعت كل ما يفيد عن حاجتنا من ملابس ومتاع لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا سأوجد نفسي للعمل حطابا ولكنك أفضل من يخيط العباءات في مدينتنا وما قيمة ذلك وأنا لا أجد الصوف لأغزل به أنت تحتاج إلى ألف دينار لتبدأ تجارة رابحة هل تمزحين؟ من أين لي بهذا المبلغ؟ سمعت أن رجلا يدعى أريال يقرض الناس دون ربا وأين يقدم هذا الرجل الطيب؟ اسأل في السوق عنه وستجد بالتأكيد من يدلك عليه حسنا سأنهض على الفور لأبحث عنه معذرة أني جئتك يا سيد أريال في هذا الوقت المتأخر لا عليك فبيتي بعيد بالفعل عن سائر البيوت هل من خدمة أؤديها لك؟ اسمي يورام سمعت أنك تقرض الناس دون ربا وأنا أريد أن أبدأ تجارة ولا أجد رأس المال كم تحتاج؟ ألف دينار إذا أمكن حسنا سأحضر لك المال الآن؟ أقصد أننا وحدنا وما المشكلة في ذلك؟ يجب أن يكون هناك شهودا على القرض لننتظر إلى أن يأتي الشهود كفى بالله شهيدا إذن أحضر كفيلا يكفل لك مالك كفى بالله كفيلة لا أدري ماذا أقول لك عدني أن ترد إلي القرض بعد عام واحد دون تأخير طبا هذا أجل مسمى بيننا وسوف أجتهد لكي أرده قبل ذلك لحظة وأحضر لك الألف دينار يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم آه لقد أتممت صناعة العباءات كلها الحمد لله ولكننا لم نبع واحدة منها لا أدري لماذا لا يشتري الناس تلك العباءات وأنا أبذر أقصى جهدي في غزلها لأن هذه العباءات الصوفية ثقيلة في الحر والناس لا تحتاج إليها المفروض أننا في فصل الشتاء لا أدري من أين جاء هذا الجو الحار هذا حظنا ونصيبنا والحمد لله على كل حال اسمع يا زوجي لماذا لا نسافر إلى الشمال حيث الأجواء الباردة وحاجة الناس إلى العباءات الثقيلة أكثر آه فكرة لا بأس بها تستحق المغامرة أنتما لم تدفع أجرة الركوب سندفع كم تريد؟ مئة دينار من الذهب أنت تأخذ عشرين دينارا فقط من كل راكب أنتم اثنان وهذه الصناديق الثقيلة تساوي وزن ثلاثة أشخاص هذا كثير ادفع له يا يورام وعندما نصل إلى بلاد الشمال ونبيع بضاعتنا سيتضاعف المال حسنا خذ المئة دينار هيا لتتناولوا الطعام مع الركاب ولكن لا تخشى شيئا الطعام ضمن أجرة السفر تفضلوا أعطني عباء وأنا أيضا وأنا أريد ثلاثة أنا جئت أولا أريد هذه الزرقاء أرجوكم أرجوكم لا تتشاجروا أيها الناس عندنا بضاعة تكفي الجميع السعر موحد خمسون دينارا ذهبيا للعباء أسرعي أبرشة وافتحي بقية الصناديق إنني أعمل بأقصى سرعة تفضل تفضل يا سيدي تفضل أعطني النقود إذا سمحت يا له من طقص بارد الحمد لله هذا السقيع أفادنا وروج لبضاعتنا لا تنسى أنني صاحبة الفكرة أنت دائما الخير والبركة يا زوجتي أخيرا انتهى البيع هيا لنرتاح قليلا في الغرفة التي استأجرناها لا لا أظن أنني سأستطيع النوم لماذا؟ لقد حان موعد تزديد الدين ولكن لا توجد السفن في هذا الجو السيء وما ذنب السيد أريال الذي أقردني المال؟ أنت مضطر والمضطر ليس عليه حرش الأولاد جائعون يا إريال قدمي لهم ما لديك من طعام ما لدينا يكفيهم وحدهم ولا يكفينا نحن الإثنين كلي أنت مع أولادك بالهناء والشفاء أنا لست جائعا لماذا تعذب نفسك؟ لتثبت أنك على حق ماذا تقصدين حوفيرة؟ كنت ميسور الحال فأخذت تقرد هذا وتقرد ذاك دون أن تفكر في الغد أقردت الناس طمعا في رضا الله وحده وكل ما يكتبه الله لنا نقبله ونرضى به هل تتذكر الرجل الذي أقردته ألف دينار؟ نعم اسمه يارام لقد حان موعد رد المال لك فعلا ولكنه مسافر بالبحر وتقولها هكذا ببساطة إذا هرب بمالك ولن يعيده أبدا لا تسيء الظن بالناس يا زوجة الحبيبة أنا واثقة أنه صافر ولن يعود يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ماذا أفعل الآن؟ يجب أن أرد ما علي من دين ولكن لا توجد سفينة واحدة تخاطر بالسفر آه ما هذا الجزع الضخم آه فكرة لا بأس بها آه عظيم آه هكذا آه بقي الآن أن أكتب رسالة يسلم هذا المال وهو ألف دينار من الذهب إلى السيد آريال من بني إسرائيل القاتم في الجانوب من أطراف المدينة وفاء لدين قديم يرام والآن أحتاج أن أحكم إغلاق الخشبة نعم رائع آه آه اللهم أني السودعت كديني فرده عني يا رب وألقى الخشبة في البحر وسط العاصفة عامت الخشبة في الماء وسط الأمواج العالية وبداخلها الألف دينار والرسالة التي تبين عنوان الدائن صاحب المال ماذا تقول؟ ألقيت ألف دينار في البحر لم ألقها في البحر يا زوجتي بل وضعتها في داخل خشبة وأحكمت غلقها وما الفرق؟ أتظن الخشبة تصل إلى الدائن وتطرق بابه؟ لم يكن أمامي طريقة أخرى لأرد الدين في موعده وهل ضميرك مرتاح لما فعلت؟ لا أدري والله يا أبرشة هل أحسنت التوكل على الله؟ أما تصرفت بحمق وتسرع؟ هل تريد رأي؟ طب أنت لم ترد المال بعد وعليك أن تجتهد لتجمعه مرة أخرى وتعطي الرجل ماله في يده مثل ما فعل معك صحيح ولكني في كل الأحوال سأكون متأخرا عن موعدي ومقصرا في حق الرجل الذي أكرمني هل يسامحني الله؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعيظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا له من طقس بارد إنها الرياح القادمة من الشمال لقد سلفت مالي بإرادتي لرجل أظنه صادق بالطبع ربما منعه من رد المال عارض ما أو مصيبة ربما سأذهب إلى شاطئ البحر ربما أجد سفينة قد عادت أو رسول يأتيني منه بخبر لا تنسى أن تحتطب حتى نشعل النار في الليل البارد سأفعل سأفعل إن شاء الله الصوف الذي اشتريناه من هنا من نوع جديد لقد أتممت عمل اليوم بحمد الله وأنا بعت كل ما أعطيتني إياه من عباءات النساء كم جمعنا من المال؟ أكثر من خمسمائة دينار آه ما زال أمامنا عمل طويل إطمئن عشرات النساء يريدنا شراء المزيد من العباءات ولكن زيدها بالنقوش والألوان المهم أن نكمل الألف دينار بدلا من التي ضعت في البحر نعم ونرتاح من هم هذا الدين كيف حالك يا سيد أريال؟ بخير والحمد لله أتتصور حقا أن يرام؟ سوف يعود لك بالنقود نعم أظنه يتحلى بالشرف والأمان يا لك من مسكيد الشرف والأمان لم يعود موجودين من بعد سيدنا موسى وأخيه هارون غير صحيح الأخلاق الطيبة موجودة في كل العصور والأزمان تفاءل بالخير يا رجل هذه نصيحتي لك يبدو أن الرجل على حق فلا توجد سفينة تقدر على الإبحار في هذه العاصفة الحمد لله جمعنا ألف دينار وأكثر وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى هيا نلحق بتلك السفينة أهلا يا سيد يرام تفضل بالركوب أنت مرة ثانية يا سيد إليشع هل أنت ذاهب إلى الجنوب نعم أين بضاعتكم الثقيلة؟ باتها عن آخرها ولن أعطيك إلا أجر راكبين إثنين أعرف سبب لهفتك إلى العودة وما هو؟ أن ترد ما عليك من دين إلى صاحبه نعم كل ما أرجوه أن أجده على قيل الحياة ولم يصبه الضرر بتأخري عليه سامحني يا سيد أريال أسامحك على أي شيء والله لقد اجتهدت في البحث عن مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه ما لي؟ لكنك أعطته لي بالفعل كيف؟ لقد رده الله عنك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا لا أفهم ماذا تقول سأحكي لك كل شيء كنت ذاهبا إلى شاطئ البحر أنتظر سفينة تأتي بك أو برسول منك أما أنا فأنصحك أن لا تبقى طويلا في هذا الجو البارد حتى لا تصاب بنزلة برد يبدو أن الرجل على حق فلا توجد سفينة تقدير على الإبحار في هذه العاصفة ولكن ما هذا؟ ما هذه الخشبة العائمة؟ آه إنها ما أحتاجه لإشعال النار لقد وفرت علي الاحتطاب خشبة رائعة سأشعل النار حتى تقطعها انتظري يا حوفيرة ما هذا؟ يا الله واحد اثنان ثلاثة أربعة انتظري انتظري حتى أقرأ الرسالة التي مع الدنانير وفاء لدين قديم يا رام آه ماذا في الرسالة؟ لماذا تبكي يا زوج؟ ماذا تقرأ؟ إنها دنانير الألف يعيدها إلي من اقترضها عبر البحر خذي خذي وقرأي بنفسك لقد أدى الله عنك دينك يا هلا العجب وصلت إليك الخشبة عبر البحر تفضل هذا المال أيضا لك لا أمسك عليك هذه الألف فهي حقك وقد وصلني مالي والحمد لله ما أكرمك يا الله لقد وثقنا بالله وأحسن التوكل عليه فأكرمنا نحن الإثنين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا حدثت قصتنا في المدينة المنورة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها بأربع سنين وكان أهل المدينة في ذلك الوقت يعانون من كساد التجارة وقلة الغذاء حتى جع أكثر الناس قتادة يا زوجي الطيب ألا تسأل هؤلاء الناس أن يعطونا شيئا مما أعطاهم الله يا سهيلة إنهم مثلنا لا يملكون شيئا ولو كانوا يملكون طعاما لأقتسموه معنا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أرى القدور تغلي فوق النار لا يوجد بها غير الحصى ها؟ ها فهمت يشعلون النار ليقنعوا الأطفال بأن هناك طعاما يعد فيطمئنوا ويستطيعوا النوم على جوعهم الحمد لله على كل حال قتادة سمعت أن عمك رفاعة يملك طعاما كثيرا ويملك كذلك درعا من الحديد نعم أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الدرع من الغنائم أمام الناس جميعا أعرف قصة الدرع ما يعنيني الآن هو الطعام أخجل أن أطلب منه يا سهيلة كيف تخجل وهو عمك حسنا سأذهب إليه قبيل الفجر وأعرض الأمر بشكل لائق كأن أقول مثلا أريد أن أؤجر نفسي للعمل وسيفهم بالتأكيد أرجو ذلك يا قتادة تصبح على خير أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون آه أشم رائحة لبن طازج وعسل أيضا هذه الرائح يا طلمة تأتي من بيت جارك اليهودي زيد أعوذ بالله من هجار السوء هذا يا إخوتي في الله دعونا من اغتياب الناس ولنتحدث في خير يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ما رأيكم في الحديث عن خروف مشوي؟ ألا تفكر إلا في الطعام يا أخي؟ ربما لهذا السبب اشتهر أخونا بشير بين الناس بكينية طوما اسمعوا يا أحبتي في الله الجوع الذي نعاني منه هو امتحان من الله ليختبر إيماننا وعما قريب سنكون في خير إن شاء الله خير؟ أي خير يأتي؟ وسيد من سادات الخزرج مثلي لا يجد كسرة من خبز أظن هذا هو المكان من هناك؟ السلام عليك يا أخي في الله يا طعمة ما الذي أتى بهذا الأوسي قتادة في هذا الوقت؟ لماذا جرى مني طعمة الخزرجي؟ ولم يرد علي السلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون انظر يا قتادة لقد اتخبوا الحائط وصرقوا ثرواتي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اهدأ يا عمي سرقوا الدرع الغالية لابد أن نسرق من أدائنا من الخزرج لا تفكر بهذه الطريقة يا عماه لقد ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا نحن قبيلة الأوس وبين الخزرج وأنقذنا من الفتنة ومن يكون السرق إذن؟ لو أبلغت عمي بما رأيت لأشعلت حربا بين الأوس والخزرج الأفضل أن أبلغ رسول الله إلى أين تذهب في مثل هذه الظروف يا قتادة؟ سأذهب إلى رسول الله لأبلغه بأمر مهم قد علم رسول الله أنني سارق الدرع هل أنت متأكد؟ أبلغه قتادة بعد أن رآني أحمل الجوال في الطريق لم نقل لك أن تسرق يا طعمة هذا خطأك أنت ليس هذا وقت اللوم أنتم أهلي وعشيرتي من الخزرج ويجب أن تحموني حتى إذا أخطأت ما هو حق؟ ستعيرنا قبيلة الأوس ما حيينه وما العمل؟ ادفن الدرع المسروقة في بيت جارك زيد اليهودي أحسنت يا مبشر سيتهم هو بالسرقة بدلا مني ولكن ما العمل في قتادة الذي رآني في الطريق؟ نذهب إلى الرسول ونقول إننا رأينا زيدا يسرق هذا لن يحدث أبدا أتريدونني أن أكذب على رسول الله؟ إذا نلزم الصمت ولا تبلغ بما عرفت ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من المسلمين ليفتشوا بيت زيد ويبحثوا عن الدرع المسروقة لا تضيعوا وقتكم يا سادة أنا لم أسرق شيئا أعيد كل شيء مثل ما كان لا يوجد شيء في البيت لعله أخفى الدرع خارج البيت أمامكم جبال يثرب كلها فتشوها حجرا حجرا لماذا الأرض غير مستوية في هذا الموضع من الحديقة؟ لا أدري هل عدم تسوية الأرض تهمة أخرى؟ هيا بنا نحفر في هذا المكان هناك آثر لدقيق منثور استمر في الحفر ها هو الجوال وبداخله الدرع لا أفهم شيئا كيف أتى إلى حديقتي؟ لماذا لم تخبرني بأنك سرقت الدرع يا زيد؟ اسموتي أياتها الحمقاء إنها تمزح أردت أن تستأثر بثمانه وحدك أليس كذلك يا زيد؟ قلت اسموتي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير قتادة ألن تأكل شيئا؟ الحمد لله لا أشعر بالجوع إنه طعام حلال لقد أثمرت النخلة بفضل الله وجمعت لك منها هذا التمر الطيب كلي أنت بالهناء والشفاء لماذا تعذب نفسك باللوم والعتاب يا قتادة؟ أنت لم تقل إلا ما رأيت لقد رأيت بالفعل طعمة يحمل شؤالا على كتفه أو خيل لي أني رأيته ألست متأكدا مما رأيت؟ مدام الرسول صلى الله عليه وسلم قد أدان زيد اليهودي وحكم عليه فإنني أصدق الرسول وأكذب عيني ما الذي يحزنك إذن؟ قول رسول الله لي أني اتهمت رجلا من المسلمين دون بينة أحسن الظن بالله ورسوله يا قتادة ولا تحمل نفسك فوق طاقتها وقبل أن يشرق فجر اليوم التالي أرسل الله تعالى الملك الأمين جبريل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليوحي إليه قرآن يبرئ زيد اليهودي ويكشف عن حقيقة السارق ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا من يصدق ما جرى؟ أخرجت الدرع بنفسي من حديقة زيد كنا على ضلال يا أخي كانت قلوبنا تتمنى أن نبرئ أخانا المسلم فلم نستمع لشك والبريء نعم تحكم فينا الهوى فكان من السهل أن نضل لقد رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصعد فوق المنبر ليبرئ أمرا ليس من ديننا فإياكم والظلم ولا تتهم الناس بالباطل لقد صدق الله والدرع لله أشهد أنني سأبيع هذه الدرع وأهيب ثمنها لإطعام الناس زيد أما زلت غاضبا مني؟ لقد شككت أنني سارق يا رحيل سامحني يا زوج رأيت الجبال بعيني مدفونا في خضيقتنا أتظنينني أسرق؟ لماذا لا تجيبين؟ ليس هذا هو المهم وما هو المهم إذن؟ المهم هو هذا الدين العجيب الذي يهتم بتحقيق العدل ولو على حساب أتباعي لقد نزل قرآن لأجل تبرئتك وإدانة المسلم ألا تفكر في الأمر؟ ماذا تقصدين؟ أعلن إسلامي؟ مستحيل سأظل في معاداتي لمحمد وأتباعه ما حويت وربي موسى وهارون إنما قاله محمد على منبر المسجد ونقله لنا الناس لا يجعلني في حيرة دعك من الحيرة واحضري لما تبقى من لبن وعسل فإن اتهامي بالسرقة قد جعلني أشعر بالجوع إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون قلت لكم إن الكاذب يهلك صاحبه كيف بكم وقد كذبتم على رسول الله؟ سنبكي بين يديه صلى الله عليه وسلم ونتوسى لأن يسامحنا كنا نقصد أن نحمي سمعة العائلة ونمنع الفضيحة ونطفئ نار الفتنة بين الأوس والخزرج ها قد علم الناس بالحقيقة أن المسروقة من الأوس والسارقة من الخزرج ولم تشعل النار ولم تقم الحرب كما تدعون العدل وحده هو الذي يطفئ نار الفتنة لست أفضل منكم حالا لقد كنت كالشيطان الأخرس صحيح أنني لم أكذب في حضرة رسول الله لكنني كتمت عنه شهادة الحق يا ويلنا مما فعلنا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون بذلك الزمن القديم كان هناك قوم يعملون برعي الغنم وتربيتها هيا هيا تحركي أيتها الخراف الكسولة إنها متعبة من السير طوال اليوم وهي جائعة وعطشة أيضا يا أبي كلنا جائعون يا باشور ولكن علينا أن نعبر هذه الصحراء أولا أبوك على حق عندما نصر إلى أرض بها زر وظل سنرتاح وسنأكل جميعا حسرون حسرون طابت العناقض في الكرم هل نأمر الفتيات بجمعها؟ لا بل ننتظر الغد حتى ننضج العنب أكثر ويزيد الحلاوة وعندها نبيعه بثمن أكثر بالطبع سأركب الحمار وأتفقد الكرم كله أولا لم تقل لي يا سيد محراك في أي أرض تنصحني أن أخيم هذه الليلة؟ هناك أرض خالية لا يملكها أحد بجوار كرم العنب هل هي أرض مستوية؟ نستطيع أن ننصب فيها الخيام بكل تأكيد وهل هذه الأرض آمنة؟ أم يمكن أن تهاجمنا الذئاب؟ كيف تصل الذئاب إلى وسط المراعي؟ أشكرك يا سيدي آه إنني فعلا أطوق للنوم بعد رحلة طويلة ما هذه الرائحة الكريهة؟ إنهم أغراب صاحبوا خرافهم إلى الأرض الخالية المجاورة لنا آه لأكن هيا إلى النوم لنصيك كما مبكرين آه أنا أيضا أشعر بالرغبة في النوم أهلا تقيد الأغنام قبل النوم؟ هل ستطير الخراف في الليل؟ أم ستقرر العودة إلى الصحراء؟ حسنا هذا يوفر علي الوقت فأنام مسرع وفي الغد إن شاء الله نذهب للسوق ونبيه حليب الخراف أليس كذلك يا أبي طال؟ لن يسمعك يا أمي لقد راح في النوم ومن الأفضل أن ننام نحن أيضا وذهب الجميع في سبات عميق ولم يبقى مستيقظا إلا الخراف المسكينة الجائعة التي وجدت الكرم أمامها يدعوها إلى سد جوعها إلى أمامها إلى سد جميل آه، آه، يا له من يوم جميل لا، لا 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 ما هذا؟ بالتأكيد هذا كابوس إنها حقيقة أفزع من الكوابيس آه ضاع تعب العام كله يا ويلتاه يا ويلتاه سأقتل من فعل هذا بحديقتي إنها الخراف آثار العنب بادية على أفواهها أين أصحاب الغنم؟ ما هذه الضوضاء؟ ألا تراعون شعور جيرانكم؟ انظر يا أبي ماذا فعلت الغنم بالكرم؟ يا للكارثة هل أنت صاحب الغنم؟ للأسف نعم لن تفلت من يدي أرجوك أن تهدأ يا سيد حسرون كيف أهدأ وقد دمر أرضي وتجارتي قد أصبحت مفلسا بسببهم؟ إنني أقدر ظروفك يا سيدي ولكنها مجرد أغنام لا عقل لها أنت صاحبها ويجب التعويد عن الكرم معي قطعتان من الفضة إن أرضنا تساوي ألف قطعة من الفضة لا قطعتين لكن هذه مبالغة أنتم لصوص إهدأوا أيها الناس ولتذهبوا إلى نبي الله داود ليحكم بينكم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعيظكم به إن الله كان سميعا بصيرا جمع نبي الله داود الشاك والمشك في حقه واستمع لهما يا نبي الله داود إن لي كرم أزرعه منذ سنين وقد جاء هذا الرجل بغنمه فأفسد زراعتي كلها يا نبي الله داود إن الخراف حيوانات لا تعقد وقد أكلت المحصول دون علمي سأله نبي الله داود أين كان عندما أكلت الخراف محصول جاره في الحقيقة كنت نائما استبد بيها التعب فنمت وهل من العدل يا سيدي يا نبي الله أن ينام الرجل تاركا غنمه وتسرق حرث الآخرين صدقني يا نبي الله كان الأمر خارجا عن إرادتي لم أقصد الإيذاء ولكني تضررت بسببك وبارت أرضي فمن أين أأكل وأشرب للأسف ليس عندي مال أعودك به رد عني الظلم يا نبي الله وبعد أن استمع نبي الله داود للطرفين وأعطاهما الفرصة حكم بأن يأخذ صاحب الأرض غنم جاره ويملكها عوضا عن أرضه يحيى العدل لقد أنصفنا نبي الله داود يا للمصيبة وكيف سنعيش لقد أخطأنا يا أمي وعلينا أن ندفع ثمن الخطأ أخذ صاحب الكرم الأغنام التي حكم له بها نبي الله داود ومضى ليرعاها ماذا بك يا رجل ألست راضيا عن حكم نبي الله داود بل راضي كل الرضا ولكن ما المشكلة أجبني نعم نتعود رعاية الأغنام ولا خبرة لنا بهذا الأمر كنت أظنك ستسعد يا حصرون بهذا التعويض الكبير يا ويلتنا يا ويلتنا لقد ضاع تعب العمر في طرفة عين ليتنا لم ننم ونترك الغنم تأكل زرع الجيران هل من العدل أن نفقد رأس مالنا وتجارتنا بسبب خطأ ارتكبته الأغنام نحن الذين نرعى الأغناب وكان ينبغي علينا أن ننتبه له ولكن يا أبي العقاب أكبر من الخطأ لا تضيع الوقت في حديث فارغ فكروا ماذا سنفعل الآن ليس أمامنا إلا أن نبحث عن العمل السلام عليك يا أبي طال أهلا بك سيدي ماذا تفعل هنا لقد سمع نبي الله سليمان القصة مني وهو يريدك في الحال هيا يا زوجتي لقد تأخرنا عن استدعاء نبي الله سليمان لنا لحظة واحدة هذه الشات عاصية على الحلب بل أنت التي لا تحسين هذا العمل هيا وإلا تركتك حسنا حسنا سآتي معك لست أفهم لماذا يريدنا نبي الله سليمان ألم يحكم أبوه في قضيتنا وانتهى الأمر لقد استأذن أباها في إعادة المحاكمة وسيكون هو القاد هذه المرة نحن نحكم بالعادات والتقاليد أما أنبياء الله فيوحى إليهم ولا يصح أن نجعل عادات البشر حاكمة على تصرفات الأنبياء لا أفهم شيئا من حديثك ولن تفهمي مهما شرحت أسرعي في السير وأنت صامتة هذا ما جرى بالضبط يا نبي الله سليمان نعم أبي طال قال الحقيقة كلها وليس عندي ما أضيفه يا سيدي استمع نبي الله سليمان للطرفين بحرص وعناية ثم حكم أن يأخذ صاحب الكرم الأغنام ليستفيد منها إلى أن يصلح الراعي له أرضه وزرعه ثم تعود الغنم إلى صاحبها مرة أخرى يا حيا العادل أصبح الأمر هينة سأنتظر سأنتظر حتى تعود الأرض إلى حالها وعندها لن تكون لي حاجة بأغنامك فأردها لك الكل راض إذن بفضل الله وحكمة نبيه سليمان عليه السلام وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين